مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو قراءة او توقعات بشكل عام رح نشوف اول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالاشهر الماضية ولكن انا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الامور تحلو على ما اظن كناس القراءة او بلشت انت تغير نفسيتك يمكن فطاقطك كيف حتكون هذا الشهر اها هذا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش امنيات اه في في اموال في شغلات رح توصلك هدايا يمكن اه ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها انه اه كمان هاد الكرت بشوفه كتير عاطفي في امنيات بالحب رح تتحقق انت رح تركز اساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا اراديا عم بيظهر لك اما شخص جديد او شخص قديم عم بتكون مركز على هاد الموضوع هاد الشخص رح يكون يعني اه خلينا سوري خلينا نحكي انه شخص مميز شخص اليك فترة ما لتقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل بسا خلينا نشوف شو الوضع الفترة الجاي بشكل عام اه وراء كتير حلو اه عم بشوف في اه في موضوع عملية في اه لانه طلعوا وراء بعض كمان في اشخاص انت كنت معاهم على خلاف هادول اشخاص على الاغلب من ابراج هوائية او ترابية اه عم بتكون اه ممكن مائية على فكرة بقوة اه ممكن تكون هادول الاشخاص سببوا لك نوع من الارق من التخويف قوافوك اه او يمكن افقدوك الامان انك تعطي امان الاشخاص اه تانين اه دخلتوا مع معركة انت وهذا الشخص او هادول الاشخاص خلينا نقول شخص اه دخلت اه معركة كان هو خسران انت خسران فيها التنين اه عم ولكن بشوف اه تنين يعني ما في كره او بوض بناتهم يعني انا بشوف هاد المشاكل عم بتكون اه بلا يعني ما الها داعي او امور صغيرة عم تكبر اه بدون اي اه سبب يذكر اه عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لارق لتعب لانطوائية معينة سببت لك ممكن اه مسألة صحية او بالاساس انت عندك يمكن مشكلة عضوية او اه صحية فعم بشوفك اه على سرير الشفاء يعني اه عم تستشفي من هذا الموضوع وممكن يكون طاقة سلبية انت اه اه اتعرضت لها اه خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى الطاقات في ميزان في تور في اسد قوس اه في اه هدول اكتر شيء اه في عندنا الابراج الترابية بين الهوائية كتير الترابية طبعا فضيعة كتير ما اي موجود اه فخلينا نرجع لموضوعنا صارت اه مشكلة كبيرة صارت صضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو اه حبيبي بعدين من بعدها يعني او رح تصير عندك اه هاي المحكمة لكن على نجاح انت اه معاك خلينا نقول جميع المؤهلات او جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا اه الموضوع عم بشوف فيه فرصة اه حمل بالنسبة اه 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 ادلوا من كان نساء ادلوا او رجال ادلوا فيه نسائهم عندهم اه فرصة اه حمل قوية جدا ظاهرة بكرتين اه في اه نجاح للأولاد نجاح للاطفال فيه سعادة للازواج عم تجدد اه بناتهم المشاعر بطريقة حلوة عم برجعوا مثل المراهقين عم بشوفهم اه حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل اه عندهم هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اذا كانت بالعمل اه فهو اه شخص او اكتر من شخص اه ولكن بعديها طوالي فيه انتصار على هذا الشخص اه في هاي الفترة اذا كان على شكل اه على الصعيد العاطفي فانا شايفة انه هذا الشخص اه سبب لك كتير ازا سبب لك كتير اه مشاكل مناوشات حتى اه هو نفسه عنده مشاكل ايضا مع الاخرين اه سبب لك طعن ممكن يكون اه علاقة ثالثة او اه غدر من نوع اه معين اه ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل اه اكتر اه بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فضيع اه ولكن كلكم يعني انت ويا عم بتكابروا ما حدا اه راضي انه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبير اللي صارت او الطلاق ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفه شي كبير اه فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحزير يعني مع شوية تحزير من اي امور ما نحاول نكبر الامور نحاول نمشي اه المواضيع ما نحاول ندقيق او نكبر اه المشاكل وخاصة في العمل شايف فرصة عمل حلوة جديدة للاشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا خلينا نشوف اكتر عالعاطفة اه في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت اه وانتهت في كان بالماضي في اه علاقة ثلاثية في طرف تالت كان ممكن يكون ام الشريك ممكن يكون اخت الشريك في انتا بالموضوع كانت داخلة اه تخرب هون اه حتى بتحاول كانت تعمل شغلات يعني اللي هو اه اي شي طلع بيدها تحكي تعمل شغلات اه ما بعرف بس اه شايف في اه زي ما بيقوله فشل اه عندها في هذا الموضوع لانه كل كروتك جميعها ايجابية اه عاطفية بشكل فصيع جدا اه شايفة انه يعني ما عرف اه في في اقدام او في اه اقبال من الطرفين على العلاقة اه شايفة انه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت اه شايفة في طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب او العكس اه القراءة ممكن تكون عكسية اه شايفة استشفاء من بعض الامور اللي كانت مساعدتكم بينكم بين بعض اه الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض اه في في اعادة يعني في تصفية امور في تصفية حسابات في اعدة في اه ترتيبات عم بتتير شايفة هدول الاشخاص اه اللي من برجة دلو شايفة عندهم زواج هاي الفترة او خطوبة على الاقل اه شايفة في تتويج لهاي العلاقة بشكل اه حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء في كتير في الامور اه شايفة عندهم زي كان نهاية قبل فترة نهاية لموضوع نهاية قلنا يمكن تكون طلاق اه زي قبل شوي او شغلة ولكن شايفة في زواج ايضا عندهم في هاي الفترة فشي كتير اه حلو في ناس اه عم اه بالناس اه للناس اللي العزاب ايضا في اه شخص ممكن يكون اه مائي او هوائي اكتر اه هذا الشخص او من اي برج تاني يعني ممكن انه يدخل حياتك اه تعطي فرصة من بعد اه محاولات منه لدخول حياتك عم تعطي فرصة وعم بيكون هادا هاي العلاقة يعني عم بتتوج بفترة اصيرة لازواج طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز او شو ممكن تكون في عندك تراكمات او شغلات تحقيق الى امنية قديمة ومشيت انت فترة عنها وفقلص صارت ورا ظهرك اه الها يمكن اكمن شهر يمكن اه لا مش اكمن سنة اكيد يعني بس امنية الى اكمن شهر على الاكيد اه عم بشوفها عاطفية اكتر ممكن تكون عملية لكن انا بقتنع انه هذا الكرت عاطفي اه ممكن انها تتحقق ازا على الصعيد العاطفي. خلينا نشوف ازا فيه تحذيرات اه معينة لبرج الدلو او مشار تحذير يعني اي كرت تاني اه نفس الكرت اللي قبل شوي طلع اه مثل دعوة او نصيحة لتنظيف حياتك فيه اشخاص اه مش وسخين يعني فيه اشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك اه عم يمكن يحسدوك يمكن انت عم بتدخل حياتك اشخاص عطالعوا وعالنازلة يعني عم بتأمن للعالم اه اه عم اه فبيقولك نظف حياتك شوي شوي نظف اه المحيط اللي انت فيه فيه اشخاص ما بيحبوكو انت على علاقة منهم فبيقولك هذا الكرت متل تحذير بيقولك انه بعد هدول الاشخاص عن طريقك او نظف اه طريقك من هدول الاشخاص شوف ازا فيه نصيحة بيقولك بليف الماجيك اه كون مؤمن بالمعجزات وكأنه فيه معجزة راح تحصل لك ونالك قبل شوي في امني راح تحصل لك فبيقولك بس امن بالمعجزات ما تضلك تحكي انه لا انا حظي مش اه تمام لا لا انا كل هذا التوقعات هيكذب اه الامور كلها لا مش هيك مش صح كل حياتي انا مش تمام مش عارف ما تحكي هاي الشغلات اه بيقولك بس امن بالمعجزات وانت راح تشوفها فالمطلوب منك بس انك تآمن يعني بس البليف خلينا نشوف كمان هون بيقولك هاد الشهر راح تدخل متل مغامرة يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي اه المهم راح تدخل مغامرة ممكن تكون كمان على صعيد المهني انت داخل مغامرة او اه شي فبيقولك عيشها بكل تفاصيلها اه انبسط عيش المغامرة عيش اله ممكن تكون على فكرة ترب او رحلة انت طالع فيها مسافر شايفي في سفر عندك يمكن لداعي السفر للسياحة للامور هاي فبيقولك بس انه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير حتكون حلوة اه حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي